أهلاً و أهلاً بكم. تحياتي لجميع. بسبب الإخوان يتسألون ما هو الرقم الذي كان دخله في الحساب العوائي دينا. يعني رقم الحساب البنكي الذي كان ربطه بحساب العوائي دينا. أو كذلك حسب الـ AdSense بالنسبة ليوتيوب. ما هو الريب؟ ما هو الإبن؟ و ما هو الفرق بين Swift Code والبيك؟ الإشارة بأن البيك هو Swift Code. يعني غير يطلبون منك Swift Code ولا يطلبون منك البيك هو نفس الرقم. و غير كان هدروع Swift Code ولا البيك هو رقم خاص بالبنكة. يعني إذا كنتم عندكم حساب في نفس البنكة في نفس الوكالة البنكية كيكون عندكم نفس Swift Code. يعني Swift Code ما كيتبدش هو رقم البنكة. و كيستعمله الأبناء كبيناتهم للمرسلات. و هنا كتفتح حساب ديالك على الـ AdSense. و كتفتحه على حساب العوائي ديالك كيطلبون منك Swift Code. للتأكد. لأن هذا هو العنوان ديال البنكة ديالك ولا ديال الوكالة ديالك. لكي يعرفوا بأن ذاك الوكالة هديك و ممكن أن يحولوا لها الفلوس ولا لا. لأن مجموعة ديال الوكالات ممنوع أنها يتعامل معها الـ AdSense أو يتعامل معها حساب العوائي ديالنا. وبالتالي كيكون الغرض دياله باش يعرفوا البنكة ديالك اللي يفتح فيها و مسموح تعامل معها ولا لا. وبالتالي هذا يعني سالينا معه. سوف يطلبون لك Swift Code ولا سوف يطلبون لك Big. بحل بحل. Swift Code هو Big. كيف لا تشوفوا معي هنا. هذا الواتيقة هذه اللي قدامنا. وهنا سوف نفهم واحد الحاجة. الناس اللي يسولوا على الريب. الريب هو واتيقة ماشي الرقم. الريب هو الواتيقة. هاد الواتيقة اللي كتشوفوا أمامكم دباها هدية. هي الريب. تفهمنا بأنها ماشي رقم. هي واتيقة. مناش كتكون؟ كتكون من نمرة ديال الكونطة ديالك. اللي كتشوفوا معي هنا في اللوول في الأعلى. الرقم ديال الحساب ديالك. الرقم حساب ديالك انت. ولكن كتستعمله في الداخل. يعني في الداخل ديال البلد ديالك. يعني انت في المغرب. غيري يطلب منك شي وحد. حساب بنكي ديالك بشي حوللك. كتعطي هدى الرقم هادل يفلول ماشي كتعطيه الريب. الريب هي واتيقة. يعني هات الواتيقة كاملة هادل الواتيقة كاملة هاد هي كتسمى الريب. تفهمنا بأن الريبرا ماشي رقم الريب هو وثيقة الرقم اللي في الأول هو النوميرو ديالكونت وهدفين كي غلطون الناس كي يعتقدوا بأن هذا الرقم هذا هو الريب هذا الرقم هذا هو الحساب ديالك الشخصي اللي كتستعمله من داخل البلد ديالك أما في العلاقة مع حساب العوائد وفي العلاقة مع الادسنس ما كتعطيهم شهده كتعطيهم الرقم الثاني الإبن لأنه زائد فيه واحد شطر يلاشتو في البداية كين واحد شطر زائد يعني M-A-33 الكود ديال الدولة ديالك يعني الماطريكيل ديال الدولة ديالك M-A يا ماروك و33 أي واحد تطلب منك في المعاملات الدولية باش يحول لك الفلوس من خارج البلد ديالك كتعطيه الإبن كتعطيه الإبن ما كتعطيهش الرقم اللول تفهمنا بأن الريب رهما شي هو رقم الريبرا هو وثيقة وتفهمنا على أساس في المعاملات ديالك على الفيسبوك يعني مع حساب العوائد ومع الادسنس كتعطيهم الإبن لأنه فيهم M-A-33 دابا في بعض الأحيان كيطلبون لك حتى البيك اللي كتشوف هنا البيك هو السويفت كود هما كيطلبون لك السويفت كود هو هادك نفسه وهذا كيف مقتلكم يعني عنده علاقة باش كيعرفوا بأن الارجنس ديالك واش ممكن يحولوا لها الفلوس ولا نهي على اللائحة السوداء اللي ما كيتعاملوش معها هوا ما تفهمنا ده بحاليا ومطبيعة الحال في الأسفل ديال الريب ديالك يعني هاد رلوبي ديالن تيطي بانكير كيكون فيها الاسم ديالك كما كتشوفوا معايا دبازيز زادتك يعني إما الاسم ديالك انت كشخص وإما تكون كشركة بحالذا بإلا كنت انت فتح حساب بنكي كشركة غدا تحط لهم يعني الاسم ديال الشركة وفي الأسفل ديالك يكون العنوان ديالك واش بالضروري يكون العنوان هذا هو السؤال اللي كيتطرح كذلك واش بالضروري يكون العنوان لنوع الحساب البنكي هو نفسه اللي كاين على حساب العوائد أو هو نفسه اللي كاين على الاتسنس فهذا الحالة هذه جزء منه آه وجزء منه لا يعني ضروري يكون نفس البلد ولكن مش بالضروري يكون نفس الحي ونفس المدينة بعبارة واحدة أخرى أن ممكن أنك تدخل حساب بنكي انت في الرباط والدخل ديال الضربدة مش مشكلة ولكن باش انتفل مغرب والدخل ديال فرنسا لا غير ممكن وهنا غيا كان نقوله انت فف يعني خارج البلد ما 제�كي أكد بأنك انت خارج البلد هو المعلومات اللي دخلت في حساب العوائد ديالك والمعلومات اللي ها عندك على الفيسبوك ديالك يعني بلد الإقامة ديالك إذا كنت انت فريح ass Louise لا هذا مش مشكلة يعني عادي جدا ولكن دائما كان قوله الجواد عنوان اللي ها عندك على حساب البنكي ديالك الدولة اللي ها عندك على حساب البنكي ديالك خاصة هي اليو اللي تكون عندك على حساب العوائد ديالك وهي اللي تكون عندك على الفيسبوك ديالك واللي على اليوتيوب ديالك بعبارة واحدة فرامين كليكشن تكون الإقامة عندك في فرنسا وتدخل حساب بنكي في المغرب هذا لا يجوز لأن الميلة في الضارفة كيتبع دولة الإقامة الدولة اللي كتدوس فيها أكثر من 6 شهر هي اللي كيتبعها أوكي تفهمنا تمنى يكون أن هذا الفيديو هذا فادكم أي واحد عنده أي تساؤل يخلينا في تعليقات وأكيد جداً غادي نجاوبه ما تنسوش تتابعونا على الفيسبوك الصبح ديالنا زاد للتكنولوجيا اشتراك في القناة ديالنا على اليوتيوب زاد المعرفة السليمة شكراً لكم إلى فيديو قادم بحول الله